موسيقى ابدأ جولتنا من صحيفة الخليج التي عنوانات ماكرون يتجمل ب 26 ألف يورو في ثلاثة أشهر أنفق الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون نحو 30 ألف دولار على مساحق التجميل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من توليه الرئاسة وقال إنه يحاول إيجاد بديل أرخص وقال تقرير إن التكلفة تشمل راتب اختصاصي تجميل مكياج مستقل يرافق ماكرون خلال اللقاءات التلفزيونية وسفره إلى الخارج إلى صحيفة اليوم السابع المصري التي عنوانت رومانيا تسمح بالتقاعد المبكر لأمهات الثلاثة أطفال أعلنت وزيرة العمل الرومانية أن الأمهات لثلاثة أطفال على الأقل سيتمكن من التقاعد ست سنوات مبكرا وفقا لقانون المعاشات الجديدة وأشارت الوزيرة إلى أن الوزرات انتهت من صياغة العديد من البنود والنصوص في قانون المعاشات الذي سيرفع للإئتلاف الحاكم ويمكن اعتماده في ديسمبر المقبل إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنوانت في اندونيسيا خياطون متجولون يجب خياطون شوارع اندونيسيا على ظهر دراجاتهم الهوائية ذات الثلاث عجلات والمزودة بآلات للخياطة ويقدم الخياطون المتجولون خدمتهم لزبائنهم أمام منزلهم حيث يقومون بإصلاح الملابس فضلا عن تفصيل وخياطة أزياء جديدة لمن يرغب صحيفة الشرق الأوسط عنوانات ألمانيا تجرب طائرة بدون طيار لإغاثة الغرق أعلن الصليب الأحمر الألماني عن تجربة أول طائرة بدون طيار لإسعاف السباحين عن تعرضهم لخطر الغرق وتشير المعلومات الأولية إلى أن الطائرة ستستخدم لتحديد الشخص الذي يتعرض للبتاعب أثناء السباحة من الجو ثم تقوم الطائرة الصغيرة بتحديد موقعه عبر الأقمار الصناعية ثم تلقي له زورقا منفوخا أو أي وسادة هوائية للإنقاذ تعينه على الطوفان على سطح الماء